اشتركوا في القناة ترفض براءة ضباط مخابرات متهمين بمساعدة سوري العواصف تتسبب في انهيار اجزاء من كنيسة في كيرنتن وسوري يحتزم بيع نايزاكين سقط على شرفة منزله غرب النمسا مرحبا بكم في نشط الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم ادانت وزيرة الشؤون الاوروبية والدستورية النمساوية كارولين ادشتادلة غزو روسيا لاوكرانيا في مجلس الامن في نيويورك ودعت روسيا لسحب قواتها من اوكرانيا الى الحدود الدولية المعترف بها واعتبرت ادتشتادلة الغزوة انتهاكا صارخا لمثاق الامم المتحدة وانتقدت صمت مجلس الامن الدولي كما ادانت الهجمات المتعمدة على البنية التحتية الاوكرانية وطلبت بمحاكمة الجناه ودعت روسيا الى عدم منع نقل الحبوب من الموانئ الاوكرانية محذرة من تصاعد مخاطر الاسلحة النووية رحب المستشار النمساوي كارن نيهما باتفاق التعاون بشأن الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وتونس واكد نيهما على هامش قمة في بروكسل ان النمسا كانت تطالب بذلك منذ فترة طويلة وان هذا الاتفاق هو الطريق الصحيح الذي يجب ان تسلقه المفاوضية الاوروبية وقدمت المفاوضية مساعدة مالية بقيمة تصل الى 900 مليون يورو لتونس وطلبتها بتكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير شرعية وصرح مسؤول انه يجرى الان العمل على ابرام اتفاقات مماثلة مع مصري والمغرب اي ميديان بريش ديوتت داروفين دس بريتس ان اينلichen فاينبارون جاوربات لوت انفماتيون aus ايو كرائز بلانت ايروبيشة اونيون اينلشة ابكومن ومت تونسيان او مد ايجبتن وماروكو ابزشلسن بريتت دي ناخرichten اجنتور افب بدأت المفوضية الاوروبية اجراءات قانونية ضد المجر بسبب قرارها اطلاق 700 مهارب بشر من السجون ومنحهم ثلاثة ايام لمغادرة البلاد وقد اثارت هذه الخطوة غضب النمسا التي عززت من اجراءات المراقبة على حدودها وطرى المفوضية ان القرار لم ينظر في انظمة المراقبة بعد انتهاء عقوبة المهاربين ولذلك امهلتها شهرين لتوضيح مخاوفها وتهدد المفوضية بمقاضات بودابست اذا لم تتم المعالجة فيما انتقد وزير الخارجية المجرية الاتحاد الاوروبي بسبب قوانينه التي تقول انها تشجع على الهجرة رفضت النيابة العامة لمحكمة الشؤون الاقتصادية والفساد الاحكام الابتدائية ببراءة ثلاثة من كبار مسؤولين سابقين في مكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب النمسوي بتهمة مساعدة ضابط سوري وكان قد ادينها اولاء المسؤولين باتهامات اساءة استخدام السلطة بمنح ضابط سوري لجوء والحماية في عام 2015 لان الضابط متهم بانتهاكات في سجن الرقة حسب تقارير منظمات حقوقية وستدرس المحكمة لاستئناف القضية حيث ان المحكمة البدائية لم تجد اي ادلة على خطة جريمة او نية لالحاق الضرر بعد التحقيق الشامل والمطول ولم يثبت ايضا الاستخدام غير قانوني لمنح اللجوء تسببت الامطار الغزيرة في كيرنتين امس الاثنين في انهيار برج كنيسة وجدران مقبرة وذلك بعد وصول سرعة الرياح لتسعين كيلو متر بالساعة وتلقت فرق الاطفاء اكثر من مائتين مكالمة وابلغت عن اصابة عشرة اشخاص بجروح طفيفة وتسببت الامطار الرعدية بسقوط ثلاثين لترا لكل متر مربع خلال ثلاثين دقيقة في منطقة فولكماكت باضرار جسيمة مثل انقطاع الطيار الكهربائي وتضررت العديد من المنازل والطرق واصيب عشرة اشخاص بجروح طفيفة بسبب سقوط الشجرة على شاطئ بحيرت تفاجأ مواطن سوري بيقيم في مقاطعة تيرول بنيزك صغير ضرب شرفة منزله ما اثار تهشته هو وافراد اسرته وقال محمد خراد من مدينة دمشق انه يعتزم ببيعه بعد التشاور والبحث عن خبراء في هذا المجال لانه وحسب قوله فان النيزك من الممكن ان يصل ثمنه لمليون دولار واضاف ان النيزك يزن 500 جرام وقد تسبب بعض الاضرار لشرفة منزله وتوقع محمد ان يذب اهتمام الباحثين ومحب علم الفلخ لهذه الحادثة النادرة التي اضافت نكهة فلكية جديدة بتجربة حياته في النمسا من يومين كنت نايم سمعت صوت ضرب عندي بالبالكون فزيت طلعت لقيت هذا الحجر ضرب بزاوية الباب ممكن كان لو شوي تاني كان كسر البلور طبعا مأسر على المكان وحابب شاركم هذا الشي الجديد ان شاء الله يكون خير فهل برأيكم سيتمكن محمد من بيع نيزكه الثمين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم انا بثينا سلام امسية سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة